سلام عليكم معكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال إن شاء الله النهاردة تقررنا عن فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 3 مارس 2020 وفيه أخبار جيدة وفيه أخبار وحشة يعني فيه أخبار جيدة في بلاد وأخبار وحشة في بلاد تانية وهنتكلم برضو عن الإشاعة أو الريمورز أو الكلام اللي مش معروف إيه صح من الكسب فيه عن انتشار فيروس كورونا فيروس في مصر هل صحيح؟ هل الحكومة المصرية عاملة تغطية على الموضوع وتكتم؟ ولا فعلا مصر ما فيهاش إلا إعلانته الدولة أو الحكومة المصرية خلينا نشوف الأول التقرير على مستوى العالم على مستوى العالم عندنا التقرير اللي بنعمله يوميا أنا طبعا بحوره شوية حسب احتياجاتي طبعا المعلومات دي زي ما قلت لكم قبل كده بجيبها من جهتين الجهة الأولى اللي هي الجهة الأولى اللي هي الإحصيات worldmeters.info والCDC الأمريكي وWHO هذه المصادر التلاتة اللي أنا أعتمد عليها في الأرقام دي وتقريبا يعني ما بيبقاش فيه خلاف بينها وبين أي مصدر آخر يعني ربما فروق بسيطة الخلاصة أننا عندنا عدد الإصابات 90931 إمبارح كان 88584 يعني فيه فارق كام حوالي يعني حوالي 1400 حالة نقول مثلا حدود 1400 حالة زيادة في كل أنحاء العالم عدد الوفيات في العالم بقى 3125 إمبارح كان العدد 3024 يعني فيه زيادة حوالي 80 واحد تقريبا يعني وما زال برضو عدد الناس اللي بتشفاء بيتزايد كل يوم ودي طبعا شيء كويس ويمكن عدد الشفاء بيبقى أكتر من عدد الحالات اليومية يعني عدد الشفاء هنا شوفوه إمبارح كان 45000 وشوية يعني فيه 3000 حالة شوفيت في حين الإصابات 1000 يعني مع الوقت هنبصت لاقي ما عندناش إصابات موجودة وهو ده الخبر الجيد اللي كنت عايزة أقوله لكم لأن معنا كده أن في يوم الأيام أنا توقعت شهرين أو تلاتة ينتهي الموضوع خالص هنقول على مايو يمكن إن شاء الله ما يبقاش فيه حاجة اسمها كوفيد ناينتين لحظوا أن الرقم اللي هو 90931 دول مش الناس اللي نايمة في مستشفيات لا ده ديت عدد الإصابات من يوم ما طلع المرض طبعا شيء منهم بقى 48000 خفو وشيل منهم 3000 وشوية توفو فاللي موجود حاليا تحت الملاحظة وفي العزل أو في المستشفيات هيبقى الباقي هيكون حوالي 40 ألف أو حاجة زي كده يعني دي نقطة تخلي بالكم هنا وإنتوا بتحاولوا تقرؤ الأرقام وتفهموه الجدول ده يقول لي إن عدد الإصابات في يوم الأيام هيبقى بسيط جداً جداً لأن عدد الشفاء أكتر من عدد الإصابات اليوم وبيقول لي إن في دول تمكنت من التحكم في انتشار الفيروس ومنها الصين نشوف جدول الإصابات بالنسبة للدول دونا نشوف الموقع بتاع ورلد ميترز الموقع ورلد ميترز الأقصادي بيقول إيه آه دي الجدول بتاعهم نفس الجدول اللي أنا عرضه عندي يبقى كده الجدول بتاعي صحيح د��ونا نرجع له تاني فعندنا الصين عدد الحالات الجديدة فيها 125 حالة عدد الوفيات الجديدة 32 طبعا بيقول له بشكل واضح جدا كوريا الجنوبية عدد الحالات الجديدة 477 إيطاليا مفيش حالات جديدة إيران مفيش حالات جديدة ما شاء الله مفيش وفيات جديد مفيش وفيات جديدة كل الدول العشرة الأوائل دول مفيش عندهم إعلان حالات جديدة أبدا طب ده حاجة ممتازة يعني حاجة مبشرة بالخير كويس طب أخبار باية الدول إيه دول اللي احنا شوفناهم من شوية كانت الدول على مستوى العشرة الأوائل اللي هم الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والسفينة دايمند برينسيس واليابان وفرانس وجيرماني وسبين طب باية الدول أخبارها إيه ما زال برضو باية الدول مفيش حالات جديدة أمريكا فيها ثلاث حالات جديدة مفيش وفيات كل الدول ديت مفيش وفيات جديدة هنا لا فيه حالات جديدة ولا فيه وفيات جديدة هونغ كونج كويت بحرين طايلاند تايوان مفيش غير استراليا اللي فيها حالة جديدة وأعلنوا عنها أمس والسعودية السعودية برضو فيها حالة جديدة أعلنوا عنها أمس باكستان برضو حالة جديدة أعلنوا عنها أمس السعودية أول حالة يعني عندك أستراليا أستراليا حالة جديدة أمس لكن السعودية أول حالة يعلنوا عنها كانت أمس مش موجودة هنا في الجدول أهي سعود أرابيا حالة واحدة عندهم النهاردة ما فيه حالات جديدة الحالة دي أعلنوا عنها أمس وده ملخص الجدول عدد الحالات في العالم عدد الحالات الجديدة الوفيات عدد الوفيات الجديدة الحالات اللي هي تحت الملاحظة لسه اللي هي حوالي أربعين ألف أنا قلت قبل كده ده كده الجدول بتاع اللي موجود على موقع فيه كذا موقع بيعملوا الجدول الحية دي من ضمنها موقع ورلد ميترز بيتدينا صورة عن اللي بيحصل نيجي كده نشوف بلدنا مصر نيجي كده نشوف مصر في عدد الحالات طبعاً أنها تبقى حالتين هننزل تحت إيه جيبت حالتين وده للحالة الإعلان الرسمي أنه حالتين بالرغم من التشكيك في الكلام ده من جهات كتيرة واللي أثار التشكيك طبعاً زي ما أنتم حضراتكم عارفين اللي أثار التشكيك كان فرنسا لما قالت أن فيه حالات جاية من مصر وطلع أن عندها كورونا فيروس كورونا مصابة وبرضو كندا وحالة في تايوان التلت تقارير ده قالوا أنهم جايين من مصر واتضح لما وصلوا بلادهم من عندهم فيروس كورونا طبعاً الكلام ده أثار الجدل حول مصدقية مصر في نشر الأخبار الصحيحة يعني نرجع بقى الموضوع اللي أنا قلتلكه وهأقول رأيي فيه وهو مسألة فيروس كورونا في مصر هل هو فعلاً منتشر في مصر زي ما بعض المواقع السوشيال ميديا وجهات معينة حتى دول يعني زي قطر والكويت أثاروا الموضوع ده واتخذوا قرارات على أساس أن مصر منتشر فيها الفيروس يعني يعني القطر ولو أن قطر يعني مش مرجعية بالنسبة لي يعني على الهامش هي كده لكن منع الرحلات من عدة دول حوالي ست دول اللي فيها منتشر الفيروس ومن ضمنهم مصر يعني من مصر معتبراً أن مصر أحد الدول الأكثر انتشاراً للفيروس طبعاً يعني ربنا يهديهم يعني هم يعني عاملين عاملين فيما هم الفونت يعني عن دول العالم كله هم الناس اللي بتفهم يعني مش موضوعنا الموضوعنا هل الكلام ده صح هل مصر فيها الفيروس منتشر والدولة والحكومة وتكتمة وما بتديش البيانات الصحيحة ولا لا بس هو أنا الإجابة الحقيقية ما أقدرش أقول لكم مصر فيها فيروس ولا لا لكن اللي أقدر أقوله أن فيه في الحالتين اللي هي متسجلة والكلام الرسم اللي تقال الكلام الرسمي بصراحة مش واضح وده بيساعد على إصارة البلبلة والكلام الكتير يعني الحالة الأولى بتاعت اللي ظهر فيها حالات مرافقة الواحد صين البيانات بتاعت الدولة ما شرحتش كويس قوي أو مدتش تفاصيل للناس كافية القصة كلها بتاعت الدولة طبعا فيما بعد يعني أما الدنيا كلها تكلمت الدولة تكلمت عن هذا الموضوع للأسف قالوا إن واحد صيني راح زار مصر ومعرفش قاعد كم يوم ما قالوش بقى كم يوم واجتمع بالناس هناك صينيين تقريبا استثمار وكلام زي كده مستثمر أو صاحب شركة وقاعد معهم وروح الصين يعني جي قاعد في مصر وروح الصين قاعد دي طبعا ما فيش بيانات بتقول قاعد دي لما روح الصين لقى عنده الفيروس طبعا أنا كنت تتمنى أن الحكومة المصرية كانت تقول الصيني دا قاعد دي لأن الفطرة اللي قاعدها في مصر هتحدد هو خد الفيروس من مصر أساسا ولا لا ولا من دولة تاني لأنه لو كان قاعد في مصر ثلاث أربعة طيام لا دا هو جاي من الصين مع الفيروس ورح مصر قاعد ثلاث أربعة طيام قدThe الفيروس اللي قدر يعني ينشره ليهم ورجعت تان الصين فالصين مسكيتو وهو داخل الصين واكتشفت أنه عند الفيروس دا لو كان قاعد يومين ثلاث أربعة لكن Dru لو كان قاعد بقى تلاث أربعة أسابيع في مصر يعني الإجابة على هذا السؤال بيقطع الشك باليقين لو قاعد 3-4 أسابيع في مصر يبقى هذا الصيني اللي راح الصين وعنده الفيروس خد الإصابة من مصر يعني كان فيه في مصر إصابات وجات له هذه الإصابة الدولة ما كانتش حريصة يعني اللي سمع منكم من بيانات الدولة أو الحكومة المصرية أن الصين الأولاني ده قاعد في مصر فترة ده يبقى يقول حاجة تانية الصيني اللي عنده الفيروس نقول دخل مصر ما فيش مشكلة مع أنه كان جاي منين لو كان جاي من وهان طب ليه في المطار نسمع وحطوه تحت الحجر الصحي وما إلى ذلك لأنه مش بادري قوي يعني احنا مش في أول مش في أول يناير أو آخر ديسمبر لا الكلام ده في آخر يناير يعني كان خلاص اتعرف وهان والصين والحاجات دي كلها دي أول حاجة فمصر محددتش الشخص الأساسي ده قاعد كم يوم في مصر ناشي دي أول قصة أو طبعا القصة الأولاني دي تصير التساؤل هو الصيني اللي قاعد في مصر ده نفترض أنه كان جايب الفيروس من الصين طب ليه في الدخل أو الخارجة محدش شافه وزيرة الصحة قالت الاستعداد يعني وزيرة الصحة ما بتكلمت في اللقاءات اللي أنا سمعتها كلام طبعا للأسف الشديد مش كلام طبية كلام بلدي تقولك الفيروس أصاب الدول الغنية وما أصابش الدول الفقيرة هو مال الفيروس بالفقر والغناء هي ممكن لو قالت الدول الحارة والدول الباردة يمكن لكن فقيرة وغنية مالهاش علاقة بالفيروس يعني عايزة تقول بأن ربنا يمكن بيسطرها مع الغلابة وحاجات كده دي موضوع تاني فما فيش يعني عرض للأحداث بشكل يوحي بالشفافة دي هي المشكلة دي هي المشكلة وقالت الست قالت أو الدكتورة قالت أن العبرة مش بمدى تقدم الدولة علميا وطبيا ثم قالت بإيه قالت بالاستعدادات طب الاستعدادات تقصد بها إيه يعني استعدادات يعني وقفين بالنبابيت مستنين الفيروس ولا إيه بالضغط ما الاستعدادات تعني التقدم الطبي والصحي وتقدم الأنظمة ما هي دي الاستعدادات فهي بتقولك العبرة مش بتقدم الدول صحيا وطبيا إنما العبرة بالاستعداد واحنا ما شاء الله عندنا الاستعداد ما شاء الله يعني كلام المهم وراحت الصين طبعا الخبر اللي جي في الجرايد والرسمي ان هي رايحة الصين تساند الصين مصر بجلالة قدرها رايحة تساند الصين ان شاء الله بكرا نسمع ان وكيل وزارة صحراحة امريكا برضو يساند امريكا طبعا رايحة الصين لسبب تاني خالص يصير التساول الصين دولة عطيقة يعني دولة عريقة في مقوبة ومكافحة الاوبئة ده تاني وباء وتمكنت من السيطرة حسب البيانات الموجودة على الوباء فهي رايحة ليه رايحة تساند الصين رايحة تعزي في اللي توفو رايحة لسبب اخر ومش غايب طبعا على على فطنة اي واحد بيسمع هذا الكلام المهم نيجي للحدث التاني اللي هم الناس الفرنسيين اللي كانوا في مصر نفس الدكتورة بتاعة وزارة الصحة قالت ان ايه تواصلوا بفرنسا وفرنسا ردت عليهم طب ردت عليكم بايه ما قالتش يعني ادتهم تاريخ السفر هل الست ما اتكلمت قالت تاريخ السفر ايه جايين من اني دولة قبل ما يخش مصر قاعدوا كام يوم في مصر ما هو برضو لو قاعدوا في مصر تلات اربعة ايام في احتمال انهم ما خدوا من الدولة اللي جايين منها طب جايين من اين ولو جايين من دول فيها الفيروس ازاي يخشوا مصر من غير ما يكتشف الموضوع او يتحطوا في حجر صحي او يرجعوا من المطار او اي حاجة من دي طبعا يعني ما فيش شك ان فيه نوع من التكتيم او عدم الافصاح وعدم الشفعي ده ملوش علاقة بقا احنا عندنا في مصر كم اصابة او مش كم اصابة لكن هي طريقة الاداء ضعيفة طريقة الاداء ضعيفة جدا ومش متحضرة كويسة ومش عارفة تقول المعلومات بشكل مقنع والكلام كان مع عمر قديم هو طبعا يعني عارفين عمر قديم ما فيه شك لان الحالة الناس الفرنسيين لو كانوا قاعدوا في مصر ما قلت كلكم يومين او ثلاثة في حاجات معينة لازم كانت تحصل طب لو قاعدوا في مصر قاعدين في مصر اسبوعين يبقى الاصابة بتاعتهم جتلهم فعلا من مصر ما حددتش هي فرنسا خط السير ده ايه ولا تكتب في الصحب المفروض لو فيه شفافة الكلام ده يتنشر في الصحب الناس تقرأ وتعرف وتطمئن لكن طبعا في النهاية انا اتمنى ان مصر فعلا ما يكونش في الفيروس ويكون عند الاصابات زي ما قالوا كده اتنين واحد خاف واحد موجود يخف برضو ان شاء الله نتمنى للجميع السلامة ونتمنى للجميع الخير ان شاء الله والى اللقاء في فيديوهات قديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته